تمتلك الولايات المتحدة الامريكية 800 قاعدة عسكرية في مناطق مختلفة من العالم ولها ما بين 60 الى 70 الف جندي في منطقة الشرق الاوسط ففي قاعدة العديد في قطر يوجد نحو 10 الاف جندي امريكي وتعتبر القاعدة الاكبر في المنطقة بالاضافة الى الاسطول الامريكي الخامس المشرف على المنطقة بالكامل والذي يرابط في مياه الخليج العربي فان هناك ما يقدر بنحو 13 الف جندي امريكي في الكويت و7 الاف في السعودية كما توجد قوات امريكية في العراق وسوريا وسلطنة عمان وافغانستان بارقام متفاوتة اما العدد الاكبر والعتاد الاكثر للقوات الامريكية فموجود في تركيا حيث قاعدة انجرليك الجوية التي تعتبر مركزا لوجود القوات الامريكية في منطقة الشرق الاوسط والتي تنطلق منها العديد من الطلاعات الجوية سواء الهجومية او تلك التي بغرض التغطي على اي عمل عسكري في دول المنطقة الى جانب هذه القوات اعلن البيت الابيض انه سينشر 1500 جندي اضافي في المنطقة لتدعيم حماية القوات الموجودة في الفعل وقدمت وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون خطة لمسؤولي الامن القومي في البيت الابيض لارسال ما يصل الى 120 الف جندي الى الشرق الاوسط في حال قامت ايران بمهاجمة القواعد الامريكية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة